موسيقى السلام الله عليكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سوف نتبين صفة من صفات المؤمن الصالح الورع الذي يتصف بصفة من صفات أهل الجنة ألا وهي تنفيس الكرب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه لنتبين هذه الصفة أحباب المشاهدين الكرام نصدف لكم فضيلة العالم الجليل دكتور عبد الوحد وجيه رئيس مؤسسة توجيه للبحث والمعرفة أهلا بكم أستاذي كريم أهلا وصحبا أهلا الاستزادة في تفسير هذا الحديث وكيف يمكن أن نبين بأن هذا المؤمن الذي يتصف بهذه الصفة هو من المؤمنين المرحومين لدى الله سبراك وتعالى لأنه له قلب رحيم بالعباد هذه الصفة التي تؤكد هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها هي أختيارية من نفسها وكان يرغب أصحابه في ذلك ولذلك ذل على أن التنفيس عكسه الضيق فحينما تنفس الكربة والجزاء من جنس العمل لأن لقمة في بطن جاءة خير من الصدقة في بيت الله الحرام كما قال عمر رضي الله عنه الأفواه الجائعة خير من الصدقة في بيت الله الحرام وجاء في الخبر أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة مع إسماعيل صلى في كل ركن ألف ركعة فلما انتهى من بناء البيت وصلى أربعة آلاف ركعة توجه إلى ربه وقال يا رب لقد فرغت من بناء بيتك وصليت في كل ركن منه ألف ركعة فقال الله له حسنا فعلت يا إبراهيم ولكن لقمة في بطن جاءة خير من كل ذلك إذا أطعمت جاءة خير من بناء الكعبة وخير من أربعة آلاف ركعة من الخليل إبراهيم وما سمى الله إبراهيم بالخليل إلا لأنه يكرم الضيفان يطعم الطعام قال يا إبراهيم أتحسب أني سميتك خليلي لأنك نبي إنما سميتك خليلي لأنك تكرم الضيف تطعم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة كان من أوائل ما قال أيها الناس أطعم الطعام وأفشوا السلام وسلم الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فالعمل المتعد من الخير أقضى أعلى ومقدم على العمل اللازم والذي هو الصلاة والذي هو ركن مهم من أركان قيام الليل يقصد ومن ثم ومع ذلك رب العالمين مدح الصالحين يبيتون ربهم سجد وقيامه ولكن إطعام الطعام من أعلى الدرجات وقف سائل على باب عمر فقال يا عمر الخير جزيث الجنة أكسب نياتي وأمهن وكن لنا من الزمن جنة فقال عمر وإذا لم أفعل فماذا سيكون فقال السائل إذن أبا حفص لأمضين قال وإذا مضيت فماذا سيكون بعد مضيك قال يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة فعندها بكى عمر حتى ابتلت لحيته ثم قال لغلامه يا غلام اعطيه قميصي فوالله لا أملك غيره وهو يومئذ أمير المؤمنين بيده خزائن وبيت مال المسلمين ومع ذلك أخذ يتناوب مع غلامه بقميص واحد للصلاة يصلي ثم يعود فيذهب ويدفع القميص لغلامه لأن خوفه السائل فلم يجد ما يدفع له إلا هذا إذن فتنفيس الكورب من أعلى الدرجات في الحديث الصحيح الذي روى البخاري أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار فيقول الأمين جبريل يا ربي لم نجد له حسنة ما عند صدق فقال آتيه يا جبريل كنت أراه في الدنيا يتجاوز عن عبادي ويوسع عليهم وأن أحق المتجاوزين فيدخله الجنة وفلان في صفوف أهل النار يقول وهذا أشد ظلما من أخيه فيقول آتيه جبريل كنت أسمعه في الدنيا كلما أوى إلى فراشه يقول يا حنان يا منان وأي حنان غيري وهذا معنى قولي تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم هؤلاء المجرمين فيهم أناس ينفسون الكرب يعني مجرمون وفعلوا ما فعلوا بأنفسهم لكن كانت من عادتهم أنهم ينفسون الكرب على الناس فيوم القيامة ينفسون في أهل النار فيأمر الله تبارك وتعالى بإخراجه من أهل النار ويدخلهم الجنة قال لا يملكون الشفاعة هؤلاء المجرمين إلا من اتخذ عند الرحمن عهده منهم من عند وعهد عند رب العالمين أحصاه الله ونسوه إذن فهذا ماذا يدفعنا يدفعنا إلى أن الإنسان حينما يرى حلم الله فلا معلنا إلا أن نقول كما قال الشاعر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني لا إله فإذن ما له علاقة بتنفيس الكرب من أعلى الدرجات في هذه الدنيا من تصدق ومن وسع على مؤمن إذن الإنسان إذا تصدق في بلده فحسنة بسبعمائة ضعف لكن لو تصدق بمكة الحسنة بمائة ألف فهناك بمكة الحسنة بمائة ألف لكن في غير مكة بسبعمائة لما؟ لأنك أنت حينما تعطي في مكان بعيد عن مكان الصدقات فالأجر يزيد ورب العالمين يؤكد ذلك بقوله فلاقتحم العقبة وما أدرك من العقبة أعلى الدرجات في الأجر فك رقبة وليس أعتق الرقبة أعتق الرقاب هو العبيد أما فك الرقاب هو أعم واحد دخل عليه ديون ففككته دخل السجن بسبب شيك مثلا بشكك شيك أو شيء ولم يكن نصابا لم يكن نصابا إنما ظلم ظلم في ذلك فهذا يعني تدفع عنه وتخرجه أو بيته ممكن ستأخذ البنك فتدفع عنه وتدفع تمن بيته وترده إلى مكانك هذا فك رقبة أو إطعام هذا الشاهد عندنا أو إطعام في يوم من دي مصغبة في وقت ما جاء يتيما دا مقربة تعرف عنه أو مسكينا دا مطربة غريب التربة إذا الأماكن التي فيها الخصاص الأجر يزيد فيها حسب الزمان والمكان معنا الصدقة على عابير سبيل أكثر من الصدقة في صاحب البلد نعم كلما تصدقت عن المحتاج الغريب التربة كان أقرب فك أعلى الدرجات فك رقبة أو إطعام في يوم من دي مصغبة ولذلك علي بن أبي طالب لما تصدق قال رجل ما أكلت منذ ثلاث فأعطاه الرغيف فأنزل الله تعالى فيه وفي السيدة فاطمة يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا على ذكر هذه الآية أستاذ كريم يعني الصدقة بدون من نعم لأنه إذا تصدق الإنسان وتمننا بهذه الصدقة فإنه ربما يضيع أجرها من أكثر ما لا يعرفه الناس اليوم معظم الناس لا يعرفون إلا من رحم الله وأن الإنسان ممكن يعطي جائزة أو صدقة كبيرة لإنسان ويقول له لا تنسان من الدعاء أدعو لنا فأنت إذا حينما تتصدق وتطلب من السائل أن يدعو لك فأنت أخذت الثمن في الدنيا والآية تقول إنما نطعمكم من وجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورة لا جزاء لفضي إذا أترك السائل هو الذي يدعو لكن لو طلبت منه أن يدعو لك أن تكلفته كأنك طلبت خدمة نتيجة جزاء الصدقة لكن لو دعا بنفسه بدون أن تطلب منه لا تحرجوا والآية صريحة لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ولذلك هناك الصدقة في سبيل الله وهناك لوجه الله وهناك لوجه ربك الأعلى وهناك النفقة وهناك الصدقة النفقة هي عامة أما الصدقة هي التي تكون مشتقة جمعت بين القلب واليد فيها الصدق فيها الصدق ولذلك حينما يقول رب العالمين ينقل عن المؤمن حينما يأتيه ملك الموت يقول لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكو من الصالحين لم يقل أصلي ولم يقل أنفق ثم أن الله جعل يوم القيامة الصادقة مقدمة على كل الأعمال يوم ينظر المرء ما قدمت يدها ويقول الكافر ولم يقل يوم ينظر المرء ما صلى ما صام إنما جاء بالأعلى لأن الصدقة عمل متعدي نعم وكما يقول حبيب مستوى السعس ما نقص مال من صدقة صدقة تزكي العمل وتزكي المال وتزكي ويحصل الباركة بذلك لأنه قد قد تسمعين من السائل عكس ما تريدين دخلت مرأة على الحجاج من يوسف الثقافي فأعطاه وتصدق عليها ثم أراد أن يختبر ولاءها فقال لماذا تقولين في عبد الملك بن مروان في أمير المؤمنين قالت وماذا أقول في رجل أنت خطيئة من خطاياك لو أن الله لم يحاسب أبد الملك إلا على توليتك العرق لأدخله جهنم وفي مجلس الحجاج منافقون واحد قال أيها الأمير اقطع لسانها والثاني قال اقطع يديها ورجليها فنظرت إليهم وقالت عليكم لعنة الله ثم قاتل الحجاج والله لجلساء فرعون خير من جلسائك قال ولم لما جاءهم موسى قالوا لي فرعون أرجه وأخاه وابعت في المدائن حاشة نعم وضحك الحجاج وعفى عنها هم أرحم إذن هو أراد أن ينتظر الجزاء منها لما تصدق إذن فعلى الإنسان أن يتصدق ويترك الأجر لصاحب الأجر الله تبارك إنما نطعكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء إذن الصدق هناك النفقة وهماك الصدق في الوجه الله وهناك لسبيل رب العالمين لذلك الإكرام الإنفاق في سبيل الله هذا عام ولوجه الله هذا خاص وأخص الخاص هو لوجه ربك الأعلى ما هي الصدق التي يكون لوجه ربك وهي أعلى وهي التي تجمعها وتنميها وتعطيها لإنسان أن تسد عليه مثلا فاقة الظهر أن تسد عليه فقر الحياة كلها أن تشتري له بيت أو أن تعطيه راتبا دائما مدى الحياة نعم أمية هذا الذي قال الله فيه وما من أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إذن شوف سميت نعمة تجزى وابتغاء وجه ربه الأعلى أو مثلا تحقق له عملا ويأكل منه أو يدرس مثلا الأولى التي دونها قال نطعمكم لوجه الله لكن هذه لوجه ربك الأعلى فالدرجة عالية كبيرة والأجر عالي والجائزة عالية فالجزاء من جنس العمل ومما هو معلوم أن يعني من علامات حسن الخاتمة صدقة السر طبعا وصدقة السر أعلى لأن رب العالمين قال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي يعني أقل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء له خير لكم فالعرب تقول نعم الرجل زيد ونعم الرجل عمر إن أقل وقل نعم الأجر لشيء ظهر ونعم أجر زيد طالما استثر فالعلان إظهار أجر قد خاف والستر في الخير من نهج المصطفى لأفض ضفكم فضيلة العلمة الدكتور سيد عبد الوحد واجيه رئيس مؤسسة توجيه للبحث والمعرفة على هذه الحلقة فعلا الرائقة واللائقة التي تؤكد معنا قيمة هذه الصفة تنفيس الكرب عن عامة الناس وخصوصا عن المسلمين إذن أحباب المشاهدين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء نتمنى أن ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إلى لقاء قريب بحول الله موسيقى 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 موسيقى